السلام عليكم في هذا الفيديو رحين نشوف كيف نحسب أطوال الحديد لما يكون الـ Local Access بزاوية هون عندنا الزاوية 53 هون هذه الزاوية الي هوني هي عبارة 53 هذا الـ Local Access للعقدة هذا الـ Local Access هذا الـ Local Access للعمود هذا الـ Local Access للعقدة هذه 1 هذه 2 و هذه 3 بجأة أول بس 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 Assign على الـ Local Access هذه الزاوية هي عبارة 3 هذا تحول هذا تحول وهذا تحول هل يتصوروني هل يتجبأ سأقوم بعمل سأقوم بعمل سأقوم بعمل سأقوم بعمل سأقوم بعمل المربعات كيف صارت تجاهها صارت المربعات بزاوية 53 لذا المربعات مش بزاوية 53 معنى انت مش محول الـ Local Access سأقوم بعمل مربعات هذا الـ Local Access مربعات هاي ديستري هاي شو سلاب ديزاين هاي اضراي شوفوا اتجاه المربعات بالX و بالY مش بنفس اتجاه الحديد وهذا ضغط اما تشوف انه مش بنفس اتجاه الحديد يعرف انه local access عندها ضغط اتجاه الحديد ابدأ اتجاه الحديد هذا هو الصح لازم تكون ثلاثة و خمسين اي ثلاثة و خمسين ثلاثة اتحول وتمام ها يرد طيب هالأيته بدي اجي على العمود اتجاه الحديد لما يكون الوكال اكسس هاي بجي بقول له اتجاه الحديد و هدا بدي اجي على المساكل بجي وحط الماوس هون الماوس تمانية بوين تمانية خمسة هاي بجي اتجاه اتنين تمانية بوين تمانية خمسة اكس واحد اكس واحد بجع هدا الخط تمانية خمسة هاي سبعة بوينت تسعة خمسة هاي هون بقرأ الرقمات هاي هون سبعة بوينت تسعة خمسة هاي هاي خليني اعتبر انو هادى النقطة هي الموجودة بالسنتر هي عبارة عن اكس اتنين والزاوية هون تلاتة وخلاص انا اي طول بدي بدي من هاد انا شهي اكس واحد هادى النقطة و اكس اتنين هاي هادى النقطة هادى النقطة هي اكس اتنين هادى هون تجي اعتبر اطرح هادى الرقم من هادى الرقم انا بديش انا بدي على الميل هادى فعندي هادى المسافة موجودة والزاوية موجودة عشان اوجد الوتر على كوساين بأسم على كوساين فمعناته قولي الحديد بالاتجاه الاول هذا الاتجاه الاول هذا الهادى هذا هو الاتجاه الاول هادى اكتب عليه واحد هاي باتجاه الاول كويس اذا طول الحديد يساوي ثمانية ثمانية خمسة ناعس ثمانية زاد الخمسين زاد الاسبان خلين اراه اكتب عليه الاسبان هاي باجع الاسبان هاي اسبان هاي اسبان على المطول احنا بناخر الاسبان الطويل هذا هو الاسبان الطويل هاي باج بقوله draw ودائما الشيطان وباجي مش من هوني سنتر العمود سنتر العمود 8 متر معناته الاسبان 8 متر بأخذ الاسبان العصير بأخذ الاسبان كالطويل معناته 8 على 16 الكل مضروبه باجي بحسب 8 بوينت 8 بوينت 7 بوينت 9 سبع 5 يساوي 53 زياد نص في اثنين طلعت 3 متر 99 يعني طول الحديد 4 متر هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية بكون ضرب بعد دامنشن هدا شايفينه بكون ضرب عليه وباجي بقول له ديس بلي شو سلاد ديزاين بقول له وباجي بكية المسايا فيهم رح رقم لما يصير 25 بوينت بساويتلي هاي الرقم الأول وع هذا الخط بنتبه على هذا الرقم بس يصير الرقم العزاوي 25 بدا أساويتلي هيوصر 25 شايفينه 24 متر هاي الرقم هاي الرقم هاي الرقم هاي خمسة تاريبن 1.5 تاريبن هاي بكتشو فوق تقدر تاريبن 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 1.5 يعني 1.5 اذا الطريقة التانية اجي اقول خلينا نسميها الواحد الطريقة التانية هاي طلعته واحد ونوش زاد اسبان اللي هي تمانية على ستاش فيه اثنين برضو الجواب 400 هاي 1.1 1.1 يعني 1.1 يعني 1.5 يعني 1.5 1.5 1.5 زاد 8.9 16 20 40 402 يعني تقريباً 40 402 302 حليت بدنا بالنسبة للتكريف بالنسبة للتكريف بجر هاي هذي X1 هذي X2 خلينا اسمي هذي X3 تعزي شايفينها X3 ماضح ماضح هذا خلصت أنا قاعد بالحديد بالحديد بالاتجاه الأول جيت كلت X2 X1 وشي سويت قسمت على cos قسمت على cos أعطاني 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 هذا الطول هاي تبدي هذا الطول هذا الطول التكثيف هذا الطول التكثيف X3 X2 ماضح بدي هذا الطول هذا المقابل هذا المقابل معني أنه على sin 53 خليني أحذفهم هذين 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 يوجد طريقتين طبعا هذا كله الحديد لحد الآن بالاتجاه للأول هاي تبدي 50 إذا بدي أجيلا هذي كان بدي اجي لـ X3 هاي بدي ارجع بقى X3 بشو سلاب ديزاين طبعا الارقام راح تخلف من واحد للتاني بناء على وين موقع البنائي يعني مش تطلع يكون نفس الارقام هلقيت بس بدي اجي هذا لما يصير خمسة وعشرين بدي اقرأ الـ X3 هاي 21 عشرة بونت اربعة الـ X شايفينها عشرة بونت اربعة اثنين ها ذجي هوني X3 اللي ما اتأكد كمان هذا ها عشرة بونت اربعة عشرة بونت اربعة اثنين نظر هاي بكت عشرة بونت عشرة بونت اربعة اثنين هاي بكت قليط هادي مسافة التكتير شو قلنا مسافة التكتير طول مسافة التكتير سميها مثلا التكتير تساوي X3 اللي هي عشرة بونت اربعة اثنين مارس تمانية بونت اثنين تمانية خمسة على عشرة بونت اربعة اثنين ثلاثة بونت اربعة اثنين ثلاثة بونت اربعة اثنين يعني تقريبا اربعة هاي هاي الطريقة التانية لمسافة التكتير اللي هي بالدايمينجين لازم يكون مضغوط عليها بالدايمينجين مضغوط عليها تجي تكيل من هون لما تصير 25 هاي مش 25 هاي هاي 20 هاي 21 هاي 21 109 تقريبا هاي 10 10 10 10 10 بدك هاي الطريقة او هاي الطريقة هاي طريقة تقريبا تقريبا هذا بالنسبة لا الحديد بالاتجاه الاول بدك امسحوا دليت لقيت الحديد بالاتجاه التاني الحديد بالاتجاه التاني طول الحديد تقريبا 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 طول الحديد شو راح يصير راح يصير بدك تروح اول شي شو تغير بدك تروح تغير تقول له بد الحديد بالاتجاه التاني هاي تقريبا هاي تغير الاتجاه هاي اول فطر تغير الحديد طول الحديد منين لوان من هون لهون تقريبا مش نفس X3 الموجودة مش نفس X3 الموجودة عندك تكون اسمها اشي تاني مثلا مش نفس المقدار الاولاني راح تطلع مقدار تاني خلينا اغير الاسماء احسن هاي تقريبا هاي تقريبا هاي تقريبا راح مثلا اصميها هاي X4 وهادي هاي مش راح تتغير راح تتغير اسمها X2 باجي بقول طول الحديد X4 ماقص X2 على سين خمسين 53 زائد سين على 16 هذا طول الحديد تكثيفه هاي X4 هاي بيكون عندي X5 هون هاي بيكون عندي تكثيفه 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 سميه الأربع يساوي X2 ماقص X5 على cos 53 خمسين تكثيفه تكثيفه هذا الحديد بالاتجاه الثاني يعطيك بالعش تكثيفه 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 تكثيفه